في باكستان الأنظار تتجه إلى البرلمان الذي يصوت الآن على حجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان وقبل بدء الجلسة استقال رئيسه البرلمان وكان خان قد التقى قائد الجيش الباكستاني قبيل بدء هذه الجلسة خان حاول عرقلة اقتراح حجب الثقة الأسبوع الماضي وحل مجلس النواب لكن المحكمة العليا في باكستان أمرت بضرورة إجراء التصويت بحلول هذا اليوم السبت حتى نفهم المشهد أكثر معنا الليلة من إسلامباد رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية جاسم تقي سيد جاسم أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار استقالة رئيس البرلمان تأتي على وقع هذه الجلسة التي أجلت مرات عدة وهي تجري في هذه الأثناء ما أسباب هذا التأخير في اتخاذ هذا القرار إن كان بالفعل البرلمان يريد حجب الثقة عن خان الواقع أن هذا أسلوب اتبعته الحكومة لأنها تدرك بأنها فقدت التأييد العددي حيث أن المعارضة أثبتت أن لديها 198 صوتا بينما المطلوب منها أن توفر 172 صوتا فقط وتمكنت أيضا المعارضة عن طريق المال شراء الذمم 24 عضوا من حزب حركة الإنصاف برئاسة أمران خان أمران خان كان يريد كسب الوقت لكي يستعيد الأفراد الذين غرر بهم في تعبيره والذين انشقوا عنه ربما بإغرائهم أو بتهديدهم بإسقاط عضويتهم حسب القانون والدستور الذي ينص على أنه في حالة تصويت أي فرد من أعضاء البرلمان ضد قيادة حزبه فإن عضويته تسقط في البرلمان ولا يحق له التصويت في البرلمان إضافة إلى ذلك أدرك عمران خان أن الدولة العميقة في باكستان تقف ضده وهي متحالفة أصلا مع المؤسسة القضائية هذه الدولة العميقة أضفت الشرعية على كافة الانقلابات العسكرية في باكستان بموجب ما يسمى بقانون الضرورة أو الضرورات تبيح المحلولات قبل ما أعود وأسألك عن مصير هذه الجلسة إن أدرك بالفعل عمران خان ذلك لماذا يؤكد على خوضه معركة لحماية سيادة البلاد كما قال هو اللي قبل بطبيعة الحال بحكم المحكمة العليا ويقول اليوم أنه مستعد للمعركة الآتية شو اللي قصدوا بمستعد للمعركة الآتية هل تؤدل ربما هذه المعركة إلى حرب أهلية إذا ما نظرنا إلى وزن وحجم الحزب اللي ينتمي إليه عمران خان في تقديري أن عمران خان أساء تقدير الموقف كان يظن أن ملايين الناس ستخرج وراءه وستؤيده ضد المؤسسة العسكرية وهذا لم يحدث في السابق ولا يحدث الآن مطلقا لأنه يوجد هناك تأييد كبير لحل الأزمة بالطرق السلمية وأعتقد أن الرئيس باجوا رئيس أركان الجيش باجوا ليس من النوع الصعب الذي لا يمكن التفاهم معه فهو أختار الطريق الصعب ليثبت نفسه بأنه ضحية لمؤامرة أجنبية حاكتها الولايات المتحدة الأمريكية وهذا طبعا ليست الحقيقة كلها وإنما الواقع أن العديد من أفراد حزبه ومن أعضاء البرلمان لا يعيدون نظرية المؤامرة ويعتقدون أن هذه حجة لإلصاق التهمة بالمعارضة واتهامها بأنها تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا توافق أستاذ جاسم أنه أتت هذه التطورات لربما على علاقة مباشرة بالموقف الذي اتخذ عمران خان من الأزمة الأوكرانية كما قال وأن هذا الموضوع حصل لأنه وقف لربما أو لم يقف إلى جانب يعني روسيا في هذه الأزمة هل تعتقدون أنه أتت هذه التطورات مرتبطة تماما بهذه الأحداث كما يقول أم أنكم تستبعدون ذلك كليا وترون أن الأمر يعود لأسباب داخلية مختلفة تماما لا أنا أتخذ موقف وسط ما بين الرأيين أعتقد جزئيا يمكن أن نقول أن الأزمة في أوكرانيا والغزو الروسي لأوكرانيا كان سببا من أسباب المشاكل التي واجهها أمران خان ولكن السبب الأكبر هو فشل سياسة أمران خان الاقتصادية وفشل سياسته المالية فرض الضرائب على الناس ارتفاع الغلاء تخفيض العملة الباكستانية زيادة ديون الباكستان أزمات اقتصادية متتالية والضحية من وراء ذلك وهو كان قد وعد بالكثير عن وصوله إلى هذا المنصب بقبات الحال أستاذ جاسم دعني أذهب معك ومع المشاهدين إلى هذه الصور المباشرة من داخل البرلمان الباكستاني حيث تجرى عملية التصويت في هذه الأثناء على حجب الثقة من حكومة عمران خان لا نعرف حقيقة ما الذي آلت إليها الأمور لكن نحن نتابع عملية فرز الأصوات إذن وسنكون مباشرة مع نتيجة التصويت عند الوصول إليها ما الذي تتوقع أستاذ جاسم؟ هل برأيكم كان ينتظر رئيس البرلمان النتيجة أو يعرفها تماما حتى قدم استقالته قبل حصول هذه الجلسة؟ كان يعرفها حتما وأكبر دليل على ذلك أن الرئيس البرلمان الذي خلفه أياد صادق جلس على رئاسة البرلمان دون انتخاب وهذا لم يحصل في التاريخ البرلماني لأنه رئيس البرلمان لا بد أن ينتخب وإذا بالرئيس الجديد يجلس بدون انتخاب وبدون أي شيء يعني هذا يمكن أن نسميه عبارة عن انقلاب دستوري في البرلمان طبعا الحال سيكون لهذه الخطوة تداعيات كبيرة على داخل استجاسم لكن إذا ما نظرنا لربما إلى هذه التطورات إلى مستقبل البرلمان اللي تقول أنه يبدو واضح من خلال هذه التطورات اللي تابعناها خلال الساعات الأخيرة كيف قرأتم اللقاء اللي جمع عمران خان بقائد الجيش خلال الساعات الماضية؟ ماذا كانت الرسائل اللي أطلقها هذا اللقاء؟ ما الذي أبلغه فيه قائد الجيش أستاذ جاسم؟ أعتقد أن قائد الجيش طلب منه الاستقالة في تقديري طبعا ما عندي معلومات أكيدة ولكن طلب منه الاستقالة مقابل العفو عنه ولكن عمران خان ليس من النوع الذي يقبل الاستقالة لأنه يريد أن يكون شهيدا سياسيا شو اللي تقصد بشهيدا سياسيا أستاذ جاسم تقي؟ يعني إن لم يقبل اليوم عمران خان الاستقالة كما ذكرت شو السيناريوهات المتوقعة للداخل الباكستاني بعد رفض الاستقالة؟ لا أعتقد أن طبعا أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال عمران خان يعول على تحريك الشارع الباكستاني ضد الجيش وضد القضاء ويخطط لعزل رئيس أركان الجيش الجنرال باجوا من منصبه على اعتبار أنه جزء من المؤامرة التي وصفها بأنها حيكت في واشنطن هذا أولا ثانيا بالنسبة إلى سؤالك لا أعتقد أن عمران خان لديه أي برنامج واضح المعالم لأنه لا يمكن أن تتخذ هذه القرارات ضد أكبر مؤسسة عسكرية في البلد هي مؤسسة عسكرية عريقة واسعة وهي مهمة جدا لباكستان لأن هذه المؤسسة العسكرية على رغم من كل أخطائها فهي الصامدة أمام الإرهاب والقوى الإرهابية في منطقة القبائل في وزيرستان لكن أستاذ جاسم في تساؤل كبير هل يعلم الباكستانيون ذلك جيدا؟ يعني حضرتك أكدت على أنه يمكن ما يريده عمران خان هو قلب الشارع ضد المؤسسة العسكرية ما الذي يضمن أن لا يحصل ذلك؟ نعم لا يستطيع أحد أن يضمن ذلك طبعا لكن الانطباع العام أن المؤسسة العسكرية أقوى بكثير من حزب واحد ومن شخص واحد يعني عمران خان هو الآن كافة أعضائه في البرلمان تخلوا عنه الآن لو تسمعين نتائج التصويت سترين الفرق كبير ما بين المصوتين بنعم والمصوتين بلا لأنه على الأقل المعارضة أشترت 24 عضوا من أعضاء حزبه إضافة إلى ذلك يوجد هناك الكثير من الناس المنتفعين الذين يرون أن حكومة انتهت وأنه من صالحهم أن يصوتوا لصالح الحزب نواز شريف لأن شاباز شريف شقيق نواز شريف ومرشح أن يكون رئيس الوزراء القادم وهذا الكلام قاله الجنرال باجوة علنا وأمام الصحفيين سأعود لأسلك أستاذ جاسم أنتم التخطيط لهذا السيناريو الذي نتابعه الآن لكننا سنشرك معنا من إسلام أباد أيضا البحث السياسي عبد الرحمن حيات أستاذ عبد الرحمن عبر الهاتف معنا أهلا وسهلا بك دائما معنا في غرفة الأخبار نحن نتابع صور هذه الجلسة حيث تفرز الأصوات في هذه المرحلة أود أن أعرف منك هل ستفاجئنا نتيجة التصويت الليلة كما يقول معنا ضيفنا جاسم تقي هل تم شراء بعض الأصوات من حزب عمران خان التي انضمت في هذا التصويت إلى الأصوات المعارضة نعم لا شك أن عمران خان في الأيام الأخيرة أو الفترة الأخيرة فقد دعم الغالبية وذلك لسوء أداء حكومته ووضع الاقتصاد الوطني وارتفاع معدل التضقم والغلاء وانشقت عنه معظم الأحزاب التي كانت مشاركة في الإتلاف الحاكم وهذا دفع أحزاب المعارضة إلى إقناع باقي النواب وعدد كبير من النواب الحزب الحاكم على الانضمام معها لتقديم مشروع حجب السفع عن عمران خان والتخلص من حكومته أستاذ عبد الرحمن هل تسمعنا؟ نعم نحن نسمعك تفضل نعم ويعني الآن قبل لحظات أعلن رسميا عن نجاح مشروع حجب الثقة حيث حصلت أحزاب المعارضة على 172 صوتا من إجمالي عدد نواب الجمعية الوطنية الباكسانية البالغة 342 صوت وبهذه الطريقة سيكون عمران خان قد فقد منصبه رسميا وستعمل أحزاب المعارضة في المرحلة القادمة أو في كلال الساعات القادمة على ترشيح رئيس فزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة إذن كما ذكرت لنا أستاذ عبد الرحمن سنكون بانتظار نتائج التصويت النهائية كما تبعنا الآن 172 نائبا يصوتون لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني في هذه الجلسة إذن من البرلمان الباكستاني وبالتالي كما توقع ضيفنا تم بهذه الطريقة ما قال عنه أو ما اعتبره عمران خان لربما مخططا ضده أو خطوة كما وصفها خطوة الإطاحة به جزء من مؤامرة أجنبية بقيادة واشنطن بدي اسمع رأيك أستاذ عبد الرحمن كنا نتحدث أنا وأستاذ جاسم عن هذه النقطة بالذات إلى أي مدى تربطون لربما هذا المخطط الآن بسيناريو تم التحضير له وشاركت فيه الولايات المتحدة السؤال موجه لك إلى أي مدى تعتقد أنه هذا السيناريو اللي نتابعه الآن هو بالفعل مخطط له من قبل الولايات المتحدة كما قال عمران خان قبل أيام وقال أنه هذه الخطوة خطوة الإطاحة به جزء من مؤامرة خارجية نعم لا شك أن عمران خان خرج بهذا الادعاء قبل أيام أو بعد أن قدمت أحزاب المعارضة بشروحة بالثقة عنه وبدأ يعني يشهر بهذا الشيء ويقنع المؤسسات الباكسانية والرأي العام الباكساني بأن هناك مؤامرة أمريكية للإطاحة بحقوبته ولكن حسب ما شاهدنا وتابعنا هذه الأزمة فقد تضح أن جميع المؤسسات الوطنية الباكسانية لا سيما المؤسسة العسكرية أو القضائية أو حتى لجنة الانتخابات لم تقتنع بهذا الادعاء لأنه لم يستطيع أن يقدم شيء واضح يؤكد صحة هذا الادعاء ووقفت جميع المؤسسات الوطنية الباكسانية إلى جانب الدستور وهو السماح لأحزاب المعارضة بممارسة حقها الديمقراطي وهو المضي نحو التصويت لحزب الثقة عن عمران خان داخل الجمعية الوطنية سأحاول أن أسمع رأي الأستاذ جاسم تقي بعد التصويت لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني أستاذ جاسم ما الذي يمكن توقعه الآن في الداخل الباكستاني كيف سيبدو وقع هذا القرار على لربما المقربين من عمران خان وهل يمكن توقع أي تحرك لهم في الشارع لا أعتقد ذلك أعتقد أن عمران خان سيقبل بالنهاية أن يكون رئيس المعارضة لأن المعارضة لأن الحكومة حكومة نواز شريف عمليا هي حكومة نواز شريف وشابه شريف لم تتمكن من الحصول على مقاعد كثيرة وإنما مقاعد لا توفر لها الأغلبية البسيطة وتتطلب منها أن تشكل حكومة ائتلافية مع حزاب أخرى حتى تحصل على صوت ثقة وهذا يعني أن عمران خان إذا فكر جديا ومنطقيا فإنه يحمل كارت بلانج يعني ورقة رابحة إذا مارس دور المعارضة لأن المعارضة ستكون قوية وسيستطيع من خلال المعارضة أن يثبت نفسه ويثبت قيادته يعني المعارضة يقولون عليها باللغة الإنجليزية يعني الحكومة في انتظار فلا يمكن للإنسان أن يهمل دور المعارضة وأعتقد أن كبار المستشاري سيد عمران خان يدركون هذا الموضوع ولابد أنهم سيشيرون عليه على أن يقبل بالأمر الواقع هذا التصويت حصل بكل نزاهة بغض النظر عما دار في الكواليس من اتفاقيات ومن تعهلات وعلى الرغم من كافة السلبيات لكن الاعتدال مطلوب كما قالت العرب لا تكون صليبا فتكسر ولا تكون لينا فتحصر شكرا جزيلا على قراءة الأستاذ جاسم تقي رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية حدثنا من إسلام وبات سنبقى مع ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن حيات لنسأله إن كان بالفعل سيتحول عمران خان إلى صفوف المعارضة ويترأسها كما أشار لنا الأستاذ جاسم تقي وما الذي يجعل الحكومة الجديدة أزاذ عبد الرحمن لربما تلبي تطلعات الشارع التي يقول البعض أنه أخفق في تنفيذها أو تحقيقها عمران خان نعم لا شك أن بعد نجاح مشروع حجب الثقة تحول عمران خان من رئيس وزراء إلى رئيس للمعارضة داخل الجمعية الوطنية لأنه فقد الغالبية وسيصبح رئيس المعارضة السابق شهباد شريف سيتم ترشيحه لمنصب رئاسة المزراء وسوف يصبح رئيس مزراء للحكومة الجديدة أما عمران خان فمعروف عنه أنه سياسي قوي ومن المتوقع أن يقود معارضة قوية للحكومة الجديدة الحكومة الجديدة وعدت الشعب بأنها سوف تعمل على إجراء إصلاحات سريعة لإنقاذ اقتصاد الباكستاني من الانهيار وتحسين نظام الحكم الذي أخفق عمران خان في إدارته بشكل جيد شكرا جزيلا على مشاركتك معنا من إسلامباد الباحث السياسي عبد الرحمن حيات تابعنا هذه التغطية إذن لتصويت البرلمان الباكستاني لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان شكرا جزيلا على 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 شكرا جز